ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفداء الوزارة المشارك في أعمال الاجتماع العشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون دول خليج العربية والذي ينعقد برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون دول خليج العربية وخلال الاجتماع أقر أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال أبرزها اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية والسياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح الموطن الخليجية والهوية العربية والإسلامية إلى جانب تشكيل فريق معني للعمل على صياغة خطة عمل لاستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية للسنوات 2025-2030 وإطلاق الدليل الاسترشادي الموحد لجودة برامج الحماية من العنف الأسري وتعزيز علاقات القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص إلى جانب الموافقة على عقد الاجتماع التنسيقية 48 على هامش أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وإنشاء فريق معني بالتعاون الإقليمي والدولي على مستوى دول مجلس التعاون للدول الخليج العربية